كيف بلورتم تقافة جديدة فضاء للحوار الشعري وللتحولات الشعرية والتقافية والفكرية في مغرب تلك الوحدة؟ كنا مجموعة نشعر بأننا بحاجة إلى مجال نجتمع فيه بكل حرية وأننا ننشر كل واحد ينشر في مكان والعملنا بدون معنى إذن فتجرأنا على أنفسنا وأنشأنا هذه المجلة من لا شيء من لا شيء معدل اعتماد على أنفسنا وكان واضح قدنا أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء وأول شيء هو التمويل ثم لأنه هو حرية التعبير إذن المجلة كان لها هذا البعد الحر في التعبير ونحن لم نتدعي شيئا فقط طرحنا السؤال كنا يعني لا نعرف أشياء كثيرة لا عن المغرب ولا التقاف المغربي ولا الأدب المغربي ولا الشيء المغربي لا نعرف أي شيء ولهذا طرحنا السؤال بكل تلقائية إنما اعتمدنا على الناس كبار وعلى ما نعيش فمثلا العدد الأول أول عمل هو لعبد الله العروي ثم من بعد أتى الخطيبي يعني كنا نتوجه لشخصي واترجمنا لكبار الكتاب الفرنسيين آنذاك وكان لدينا أيضا حضور لأصدقاء عرب من نوع رفع جدا يعني كتب أدونيس كامال أبو ديب مش مو عامل الأسماء ومستقع آخرين وكل هذا خلال مصاري امتد عشر سنوات عشر سنوات لأن في 1984 ستتم مسارة العدد الثلاثين من المجلة الحدث كان يعني مزلزلا للوسط الثقافي المغربي واستفدتم من تعاطف عربي كبير نعم أريد أن أنتقي من بين كل من تعاطف معكم التعاطف الأريحي الخاص والنبيل للراحل الكبير محمود درويش نعم محمود درويش صديق كبير يعني عشنا تقريبا من 75 وكانت لدينا رحلتها خاصة في بغداد وثم في بيروت ولكن عندما هو قبل قبل منع العدد كنت تحدثت معاه عن العدد الذي نعيه وعن المسألة التقافية في المغربي وهو كان أنشأ مجلة الكرمل في بدايتها كانت في بدايتها وهو يقل ويعتمد علينا كثيرا يحب مشاركة المغاربة وكان منفتح علينا بثقة عندما منعت المجلة كلماني منعت يوم الاثنين في الأسبوع الثاني كلماني يوم ثلاثة أو شيقة لي سأتي يوم الخميس وأنا سأأخذ العدد وأنشره فعلا وكلمت الأصدقاء وفقنا وهيئنا له العدو فعلا أتى يوم الخميس نحن اشتغلنا يعني أخذ الطائرة خصيصا للطائرة الخصيص هذا وجلس في المحمدية معي ويعني كنا نلتقي في البيت إلى آخره ويوم السبت كان العدد منتهي وأخذوا بالطبيعة الحال ونشروا وكان حدث ثقافي كبير والنكتة هو أن العدد عدد المغرب سبع ألاف نسخة بيأت العاد في أقل من أسبوع عبد الله إبراهيم مثلا لأنه كان حاضر يقول لي أنا أخبروني في آخر لحظة وبحثت عليها في مراكش ما شبرتهاش قلت له فبحثوا عنها في طانجة أتولوا بعدد من طانجة من مدينة طانجة سبع ألاف نسخة تباعوا في أسبوع في أسبوع وتعرف أنه هو عدد مهم والآن سنصدر إعادة إصدار ثقافة يعني طبعة جديدة للأعداد الكاملة للثقافة الجديدة هذا جميل تتضمن العدد الحديث